السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اليوم ان شاء الله رحمه الرحيم ودعم التحضيرات الرمضانية سنحضر معكم اليوم البط بيزا اللي يكون عليها طلب كثير وخصوصا في الشهر ديال رمضان اللهم بلغنا رمضان يوم اقتراح عليكم طريقة اللي هي سهلة مبسطة وناجحة وتعطينا البط اللي كتجطرية وزوينة بزاف بدون بيض وبدون حليب مكونات اللي هي سهلة ومتوفرة عند الجميع وبطريقة اللي غدي تكون شي شوية مختلفة هي اللي كتجطرية تعطينا هاد النتيجة اللي يزوينا بدون دلك ولا مجهود فما نطوش عليكم خليكم ان شاء الله مع هذا الفيديو الاخير ستشفوا معنا المقادر وباقي مراحل التحضير بالنسبة البط بيتزا ستدوز مرحلة التحضير ديال العجيز من جوج ديال المراحل في المرحلة الاولى سنأخذ هنا لتر ديال الماء اللي هو دافي او ما يعادل ست كوس من كسل العنبا سنضيف اليوم ملعقة ديال السكر مع ملعقة ونسب ديال الخميرة حبيبات او خميرة الخبز سنضيف كذلك هنا ثلاثة الكؤوس ديال الدقيق القمح اللي هو الفينو ما يعادل 360 جرام سنخلطها هنا جيدا حتى سنساجموه ومن بعد سنجيب الخلاط الكهربائي او البغام يكسوغ هنا ونطحن بزيان الي ما عندكم ش طبيعة الحال فسنضيفهم غير في الخلاط ديال العسر او المولينيكس وطحنوهم زيان بزيان هاد الخطوه هادي كتغنيكم عن الدل كيف كتعرفوه الدقيق القمح او الفينو كيبغيها كيتدلك فهذا الخطوه هادي ديال الطحن يعني كتغنيكم على الدل والمجهود طبيعة الحال هنا غدي نخلي هنا حتى غدي اختامر هاد الخاليط هذا ويضعف الحجم دياله ونضيف له باقي المكونات فهنا انتم ما كيف لاحظتم معايا من بعد ما طلعت في الخميرة غدي ناخد هنا كأس الى ربع ديال زيت الزيتون او ما يعادل مية وعشرين ميلي غدي نضيف لها ملعقة ديال المرح اللي كتبقى على حسب الضوء ملعقتان كبار ديال الزعتر وممكن نضيفه حتى منكيهات لها اضافية مثلا بودرة التم او لبودرة البصل اللي بغيتو نزجتهم جيدا وغدي نبدأ هنا باضافة الدقيق الابيض فهنا غدي نضيف خمس كؤوس ديال الدقيق الابيض كمرحلة اولى باش غدي نخلطها مزيان زيان هنا بالخلاط اليدوي او من بعد غدي نخلط الان نحيد عفوان الخلاط اليدوي وغدي نبدأ باضافة الدقيق باستعمال اليدين ديالي هنا الدقيق وخان اعطيكم الكمية مضبوطة لكن نضيفوهاش دفعة واحدة اضيفوها كغير بالتدريج شوية بشوية كل دفعة درتو هادي الدقيق اعجنوها حتى كنت تحسو بانها نساجمت مع الخليط على اضيفو الدفعة اللي من وراها باش كيف كنت لكم هاد الخطوه هاكي لان اضيفو الدقيق كامل دفعة واحدة فكيكون صعيب انكم تدخلوه باش ينساجموا لكم مع الخليط الاول وبالتالي غدي اضطروا انكم تدلقوا العجين ديالكم واحد المودة فحاولو انكم تضيفو الدقيق الابيض غير شوية بشوية دفعة بدفعة كل دفعة درتوها حتى تتأكدوا انها يعني دخلاتها كم زيان ونساجمت في الخليط عد اضيفو الدفعة الاخيرة بالنسبة لنا الكيمية ديال الدقيق الابيض اللي غدي نحتاج بالضبط فهي 11 كاس او ما يعادل كيلو ومئتين جرام ديال الدقيق الابيض فحاولت انا نعطيكم العبارات بالقرام وكذلك اعطيتكم العبارات بالكوس اللي هما كيسة اللي عندها سوف نأخذ هنا واحد الملعقة ديال الدقيق نوضعها فوق سطح العمل ونحاول نجمع العجين ديالي مزيان باش نتأكد ان المكونات كاملين انساجموا كيف كتليكم حتاجيت بالضبط 11 كاس من كسال العنباء وما يعادل كيلو ومئتين جرام فهنا حاولت انني غير نضيها ونجيبها باش نتأكد مزيان ان المكونات نساجموا صافي وما غدي يحتاج منا لدلك ولا مجهود اللي هو كتير كيف كتشوفوا معايا سوف نأخذ العجين ديالي عجينة اللي كتكون رطبة حول ما امكان انها ما تكونش كتلتصق في اليدين تكون رطبة وما تكونش قصحة بطبيعة الحال سوف ندهل لها الوجه ديالها بشوية ديال الزيت اي نوع ديال الزيت بطبيعة الحال وغدي تعودوا تغطيوها وتخلي واحدة غدي تختامر ويبطع في الحجم ديالها ضروري هاد العجين ديالبيتزا تغطيوها حق في الاختمار لان هاد الخطوة ديال الاختمار هي اللي كتعطي الفرق في القوام طبيعة الحال انتو ما غتشوفوا معايا القوام ديال العجين كيفاش كي ولي وشوفوا الكمية دي الهواء والفقاعة اللي كتجمع في العجين كتخلي هاد العجين يجيكم طري وان شاء الله هدي هي الوصفة المعتمدة عندي وسبق اللي حضرت لكم بها البيتزا الاحترافية وجربتوها ونجحت معكم وصراحة هي الوصفة اللي ولات معتمدة عندي لانها كتعطي نتيجة اللي هي زوينة بزاة هناخضيت كمية من العجين وبالستيعانة بالفينو بسطو بصمك اللي كيكون متوسط او الارقيق اللي بغيتو بطبيعة الحال هاده كيبقى اختياري كل ما كانت العجين ارقيقة غدعتكم كمية اللي هي كثيرة وكل ما كانت غليضة غدعتكم كمية اللي هي قليلة وهذا الشي دائما كيبقى على حسب الذوق تقبت العجين مزيان كيف شتو معايا وقطعت هنا دوائر اللي غدي ندير منهم الميني بيتزا غدي نخلي لكم العبارة اللي درت بالضبط ديال القياس ديالها بسانتيم يعني البطبيتزا الصغيرة وحتى الكبيرة كذلك كنحيدهم وكنوضعهم في اللاطة وبنسبة لهذا العجين اللي كيتبقى فكنسوسو شي شوية من الدقيق وكنعاود نعجنو مزيان مزيان ونعاود نغطيه بالبلاستيك ونخلي حتى الاخير يرتاح مزيان وعد نعاود نخدم به بنسبة لهذا البط هدي كندخلها الفران اللي كيكون مسخر من قبل نار متوسطة غير من الاسفل حتى كطيب هكاية وكنشفها شوية من الوجه دياله وكنخليها تبرد بالنسبة للبط بيتزا اللي غدي تكون عندي هكا كبيرة شوية وهي صراحة اللي كنفضل انا نخدمها يعني بلا الميني بيتزا كنفضل نخدم هاد البط بيتزا اللي كتكون عائلية انا غدي ناخد هنا كورات اللي غدي يكون الوزن ديالها مية وعشرين جرام غدي نحاول هنا بالستيعانب شوية ديال الفينو ودلك نبسطها بصمك اللي كيكون مبين المتوسط والرقيق غدي نخلي لكم كذلك القياس بسنتيمتر باش تعرفوا يعني العبارة ديال مية وعشرين جرام شحالك يعطينا بسنتيمتر ديال البط بيتزا صافي وكنحيدها وكنوضحها كذلك في اللاطا غدي نستمر كذلك بهات الشكل هادا بالستيعانة بالفينو وكنبسطة العجين ديالي وكنتقبو مزيان زيان قبل ما ندخل الفرن اللي مسخان مقبل نار متوسطة كيف العادة ما بيه المتوسطة والمهيلة بالنسبة الفرن كاربا ايه مية وتسعين تقريبا مية وتسعين دراجة من الاسفل حتى كتنشوفها كم زيان وكتشب الراسة كيف كنقولو عاد كننشوفها شوية من الوجهة ديالها هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف كتشوفوا من بعد ما كتطب وكتبرد طرية عجينة اللي كتجي ولا ارواح كتجي زوينة بزف بزف لا يعني الحجم العائلي ولا الميني باط اللي عنا كتجي روعة روعة كيف كتليكم سبق لي وشاركتها معكم في البيتزا الاحترافية وكتجي زوينة بزف وكتعطي نتيجة اللي هي ممتازة بالنسبة لعدد الحبات اللي تحصلت اليهم فاربعين قطعة من الميني بيتزا والربعتاشر قطعة من هاد الحجم هادا اللي كفت لكم غتنخليكم بالضبط للقياس دياله في صندوق الوصف شحال خرجت لي يعني العبار اللي درت بيهم اليوم بالنسبة لطريقة الاحتفاظ فطبيعة الحال هادو إلا بغيتوا تحتفظوا بيهم يا إما كتديرهم هكا في البلاستيك الخاص بالمجمد كتحكموا الإغلاق دياله وكتحتفظوا بيه في المجمد حتى الوقت اللي غدي ت بغيه وغات جبدوه ما تخافوش يعني وخات وضعوها هكا وحدة فوق وحدة ما تخافوش يعني غير فاش كيكونوا جامدين كتفصلوهم عن باديتهم بكل سهولة بالنسبة للكبيرة او لالصغيرة بطبيعة الحال لطريقة الاحتفاظ دياله اما كيبت لكم هكا في البلاستيك الخاص بالمجمد او لبطبيعة الحال السلوفا اللي هو البلاستيك الغذائي كتجمعوا هكا عدد الحبات اللي بغيتوا عشرات ناشة تمانية دياله حسب الرغبة وكتلويهم زيان دياله وكتحكموا الإغلا سلوفا عفوا او لالبلاستيك الغذائي والوقيت اللي كتبغيوهم كتجبدوهم اه نتمنى فعلا 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 ان هذا الاقتراح ديالي وميناء الاعجاب ديالكم جربوا هاد الوصفة هدي وان شاء الله إلا جربتوها غدي تعجبكم وغتولي هي المعتمدة عندكم متنسوش ليه اللايك والبرتاج كي بدي ما للتشجيع إلا كنتم من الناس اللي اول مرة كيش تهدوا القناة في عجبكم المحتوى فكندعوكم الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك او لابوني او لسبسكرايب موجود اسفل الفيديو فعلوا جرس تنبيهات باشتوصلوا بجديد الفيديوهات بعدها كنكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله وهنا قبل ما غدي نسالي معكم الفيديو بالنسبة للناس اللي كي يقولوا لي كتزربي بزف بزف الفيديوهات فما كان بغي يعني كل فيديو طويل بدون فائدة فكنعطيكم المختصر المفيد والصورة توضح والصوت كذلك يعبر وكنشكركم دائما دائما على حسن المتابعة الى اللقاء مرة اخرى